السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دي اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيدة راغبة في الحمل والانجاب كل سيدة تنتظر الدرية الصالحة ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بطبيعة الحال هذا الفيديو هذا فيه مجموعة من المعلومات تجربة شخصية مني شخصيا لدلت على القرب ديال الحمل بطبيعة الحال ان هالتجربة هدي بغيتكم تردوا لها البال مزيان لانا بزاف ديال السيدات كيوقعوا في عدة اخطاء اللي خاصتكم تنتمون ما توقعوش فيهم باش هكا يستمر الحمل ديالكم في صحة جيدة وكذلك باش ان شاء الله يتم الحمل ديالكم في سلام وفي امان ان شاء الله اكيد انكم سمعت وقبل على عدة اشياء يعني بزاف ديال الاقاويل بزاف ديال الكلام حول هاد الموضوع هذا اللي هو الدورة ما قبل الحمل دورة ما قبل الحمل شنو هما الاعراض ديالها كيفاش كتجي للسيدة وكتدل على قرب الحمل ديالها وفي غالب الاحيان كيكون حمل في الشهر الموالي اذا ردوا معي البال وركزوا في هاد الفيديو هادا لان فعلا لابع انت عندك هاد الاعراض عرفي بان اقتراب الحمل وارد جدا يعني ممكن يكون حمل ممكن يحصل في الشهر الموالي علش لا يعني بطبيعة الحال هاد الاعراض هادي كتظهر عند مجموعة من نساء وفي الفعل كيكون شهر الموالي كيكون فيها حمل ما شاء الله بطبيعة الحال كله بيد الله كله بقدرة الله وبالمشيئة دياله ولكن هاد الامر هادا راه كاين يعني راه بزفد سيدات كيستغربوا وكيقولوا بان ديك الدورة كتكون عادية جدا كتقدر انها تدل على الخلل في الهورمونات كتقدر تدل على مشاكل عند السيدة ولكن من هاد المنبر هادا كنبغي نقولك بان الكلام ديال ناس ديال زمان فعلا صحيح جدا يعني ممكن يتراهد المشكل هادا او هاد الامر ويدل على قرب الحمل وبطبيعة الحال كنبغي نقولك بان كل حمل يختلف يعني الحمل السابق الاعراض دياله تختلف عن الحمل الجديد باش هكي يعني ما تبقيش رد البال وكتقولي راه انا ما كيحصلش هاد الشي هذا راه ممكن هاد الحمل الجديد يكون مختلف جدا وممكن يحصل لك هاد الاعراض اللي غانت ذكر يلاجتك الدورة مرتين يعني مرتين في الشهر الواحد صدقيني راه هاد الامر هادا راه كلام معقول تجربة شخصية وبغينا نبرتاجها معكم لان فعلا وقعت لي في حملي السابق وبطبيعة الحال كان حمل في الشهر الموالي اذا دورتين او دورة كتجيك مرتين في الشهر الواحد الدورة الاولى كتكون قليلة جدا الدورة الثانية كتكون عادية وهذا كيدل على ان الرحم كينضف راسو براسو يعني ضروري الرحم ديالك سبحان الله بالطبيعة دياله كيبغي ينضف راسو باش هكا يستعد للحمل يستعد لاستقبال جنين لاستقبال بويدة المخصبة وبالتالي الحمل كيكون في الشهر المقبل هاد شي كامل بمشيئة الله وقدرته ولكن يلا حصل عندك هاد الامر عرفي بانها بشارة خير على ان الحمل ديالك سيكون في اقرب الاجال قدوم الدورة كذلك قبل معادها قدوم الدورة قبل وقتها المعتاد ممكن يدل على قرب الحمل ممكن يدل على ان الرحم يستعد للحمل وهذا الامر وارد جدا اذا ما تستغربوش الاسماتي وهذا الكلام هذا فهذه من تجارب شخصية يعني تجربة شخصية بالاضافة الى تجارب سيدات يعني قريت عدة منتديات كيقولوا بان هاد الامور هدي كتتحصل معهم تهوما وكيكون عندهم الحمل في اقرب الاوقات وبطبع الحال يلا كانت هناك يعني دورة منتظمة تأتي كل شهر تأتي مرة واحدة ومن بعد يعني لحتي واحد تغيرات لحتي اختلاف الدورة فعرفي بان الرحم ديالك يستعد لاستقبال البويضة يستعد لحصول الحمل بعد السيدات كيقدر يجيهم نزيف نغراس البويضة وهي كتدل على ان البويضة نجحت انها تلقح ويحصل الحمل والتبات في جذار الرحم وبالتالي كي نزلوا بضع قطرات ممكن السيدة ما تقدرش تفرق بينهم وبين الدورة الشهرية ممكن توقع السيدة في عدة اخطاء لما نبغيكمش توقعوا فيها لان بزاف السيدات اعتقادا منهم على ان الدورة ديالهم بحلة يعني غتنزل لهم وهي كتكون فقط نزيف انغراس البويضة وكيف ما كنت نذكركم بان كل حمل يختلف عن الحمل السابق يعني ممكن حملك السابق ما يكونش عندك نزيف انغراس البويضة هذا الحمل هذا بالذات يكون فيه واحد نزيف هذا كدمك يكون بضع قطرات يعني مدة ثلاثة او يومان ممكن يمشيه في مرة يعني وكيقدر انه يكون في موعد الدورة ذاك شي باش يعني ببعض السيدات كي يوقع الخلط بينه وبين الدورة الشهرية وكينودوا يشربوا اعشاب كيشربوا وصفات طبيعية باش يعني ينزلوا الدورة وهي ما كتكونش في الواقع دورة يعني كتقدر تكون هاد الامر هادا في ايام الدورة وكتكون ماشي دورة شهرية بطبيعة الحال انتي بالطبيعة ديالك راح كتعرفي الدورة ديالك كيفاش كتنزل كتعرفي الشكل ديالها وكتعرفي يعني العلامات ديالها فيلنزلوا بضع قطرات ثم انقطعت الدورة ما منزلتش بالشكل الصحيح فعرفي بانه دم انغراس قلب وويضة وبزاف ديال السيدات كيحصل معاهم هاد الامر وكيوقع لهم اجهاد لقدر الله لانهم كيشربوا وصفات طبيعية فما كينتابهوش وبطبعة الحال اعشابرة كتكون ساخنة كتكون قوية على الرحيم ما كيقدرش انه الجنين يستحمل دوك الاعشاب ودوك الوصفات فكينزل الحمل وكيقدر يوقع اجهاد لقدر الله باش نزيد نوضح لكم اكتر العلامة الاولى اللي ركزت عليها في بداية الفيديو هي علامة مضمونة موثوق فيها بزفد السيدات حصل لهم نفس الامر نفس الشيء وحصل حمل بعد ذلك مباشرة مجي الدورة وقدومها مرتين كيفاش تحسب السيدة ايام الايبادة اكيد ان هاد السؤال هذا غيختار في البال دي المجموعة من النساء حسب الايبادة كيكون على حسب الدورة التانية الدورة الاولى كيكون فقط عبارة عن اوصاخ يعني اشياء كتكون عالقة في الرحيم الرحيم كيبغير ندفرسو براسو فالدورة كتكون ماشي هي اللي غدي تحسبع لها ايام الايبادة ديالك الدورة التانية كتجي من بعدها بعشرة ايام يعني بعشرة ايام هنا كتبدي تحسب الابادة ديالك على حسب الدورة التانية الدورة التانية هي اللي كتحسبي فيها الابادة اللي كتكون يعني بطبيعة الحال كتكون الدورة ديالك العادية جدا الكمية ديالها الشكل ديالها هنا غتبدي تحسب الابادة ديالك وهنا ما كتكون ش ابادة تانية يعني كتكون ابادة واحدة فقط للتوضيح كتكون فقط يعني طريقة من الرحم لتنظيف راسوب راسوب طبيعة الحال باش يستعد لاستقبل البويضة لحصول الحمل في أقرب الأوقات إن شاء الله وكيف ما كان عرفوه سبحان الله الجنين من اللي كي تكون من اللي كيمشي للرحم من اللي كتلقح البويضة فذلك المكان خاصو يكون نظيف جدا نظيف جدا كان يعني به بأن الدورة ديالك ما في هاتش ترسبات يعني ضروري خاص الرحم يكون صافي باش البويضة تقدر أنها تنغارس في الرحم وما يوقعوش مشاكل بعد ذلك بطبيعة الحال من اللي ما كيكونش الرحم ديالك نظيف بما فيه الكفاية كيكون فيه بقايا دورات سابقة نتيجة خلل هرموني نتيجة مشاكل هرمونية الدورة ديالك ما كتنزلش بشكل صحيح فهنا كيوقع هاد المشكل هذا وكتجيك الدورة مرتين وكتقدر أن ما يكون عندك تشي مشكلة وتجيك مرتين وتدل على قرب الحمل والناس ديال زمان راح كانوا كيقولوها كيقولوا بأنها بشارة خير بأن السيدة ممكن تحمل بعد ذلك وهذا الأمر استعداد من الرحم باش أنه يستقبل بويضة لحصول الحمل بطبيعة الحال هذي فكرة وهذا المعلومة هذي مميزة بغيت نحطها في القناة باش هكا تردوا لها البال سيدات اللي جاتهم هذ دورتين مرتين في نفس الشهر ما يشربوش وصفات طبيعية يحاولوا أنهم يعني الرحم ديالكم اللي كتشوفوا مرتين جاتكم في الشهر ما تخلعوش وما تقلقوش وعرفوا بأن الرحم ديالكم يعني كي نضف راسو براسو ما محتاجش للوصفات ما محتاج تلشي أعشاب باش ينضف راسو وسبحان الله يعني وكيحدث الحمل بعد ذلك في الشهر الموالي بين قوسين كان بعض السيدات كتجيهم دورتين في الشهر الواحد وكيقدروا يكون عندهم مشكل في الهرمونات هناك نتحدث في هذا الفيديو على السيدات اللي ما عندهم مش مشاكل في الهرمونات السيدات اللي التحاليل ديالهم سليمة مئة في المئة وجاتهم دورتين في نفس الشهر هدو هم السيدات اللي تحدثت عليهم في هذا الفيديو السيدات اللي عندهم تكيس المبايد اللي عندهم خلل في الهرمونات وجاتكم دورتين مرتين فهذا عائد على أنه عندكم مشكل في الهورمونات باش هكي يعني للتوضيح باش ما يجيونش سيدات ويكون عندهم مشاكل ويعتبروا بأنها بشارة الحمل فبطبيعة الحال هدرت على السيدات اللي ما يعني التشي مشكل صحي هو من اللي ممكن تدل على قرب حدود الحمل كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنين الإعجاب ديالكم زيدوا شجعوني بالمزيد من اللايكات غادي نحاول نحط لكم مزيد من الفيديوهات القوية إن شاء الله اللي فيها وصفات طبيعية